ماذا يقول الطب الأطباء الأجانب عن الصيام؟ هل تطرق الطب الأجنبي لهذا الصيام؟ سوف نعطي الاسم للعالم الذي يبحث عن الاسم هو دكتور فريديريك سالدمان. هذا هو صاحب نظرية الصيام المتقطع. ماذا يقول؟ الفكرة يقول أنه لا نعالج نفسنا أكثر من أن نعالج الجسم بنفسه. هكذا يعبر في هذا الكتاب. إذن هو يعتبر الصيام من 14 إلى 15 ساعة يسميه اكسير الشباب. يقول أنه يقوي مناعة الجسم. يقول أن فرصة وجبتين في اليوم هي فرصة رائعة وينصح بها عواد ثلاث وجبات. يذكروني بالصيام عندنا الصحور ثم الإفطار. هذا لمن يلتزم بالقواعد الصحية للصيام الجيد. والغريب الذي سمعته من هذا الدكتور دكتور فريديريك سالدمان بقيت أتعجب لما سمعت هذا في كتابه وقرأته في كتابه أنه يقول وديانات كثيرة تدعو إلى الصيام. فقلت سبحان الله أنا لم أكن أعلم أن ديانة الأخرى كذلك تحدثت على الصيام. وتذكرت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن قلت سبحان الله العظيم إذن هو القائل واحد هو رب واحد هي مشكات واحدة هو رب تكلم منذ آلاف السنين سبحانه وتعالى. ثم تعجبت أكثر لما وجدت أن ألمانيا وسويسرا تدعو كذلك للتجويع الإسلامي ويسمونه الجان سيكونسيال أو لا الصيام المتقطع. بل أكثر من ذلك قرأت على أحد العالم أمريكي اسمته مارك ماتسون يقول أن الصيام التجويع الإسلامي يحفز المناعة.